على الجميع أن يتجنب اتخاذ أي خطوات أو إجراءات من شأن تغذية الصراع وتصعيد التوتر مقدر جداً الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في الدفاع الإقليمي أمام محور الشارع الإيراني تكثيف الجهود المكثفة من أجل التوصل لوقف اتفاق خاص بإطلاق النار في غزة وإطلاق صراح الرهائن والانتهاء من هذا الموضوع وهذه طريقة المثلة والأفضل من أجل إعادة الرهائن والأسرة لأوطانهم هي من خلال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وبما يضمن مصالح إسرائيل الأمنية وبما يخفف المعاناة اليومية على الأطفال والنساء في غزة ترجمة نانسي قنقر تقدر وثمن عالياً تفهم الولايات المتحدة لمصالحنا الأمنية الحيوية خلال الجهود المشتركة لإطلاق صراح المختطفين وأود أن أشدد هنا أن هذه جهود لإطلاق صراح أكبر عدد ممكن من المختطفين الأحياء في الجولة الأولى للصفة كانت اليوم مقابلة مثمرة ومهمة مع وزير خرجي الأمريكي بلينكين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة